هذه الحكومة منذ البدء طرحت مجموعة أولويات على اعتبار أن الدولة والسلطة التنفيذية بملفاتها بتشعباتها تحتاج إلى نوع من التنظيم نعم لا نقول أننا سوف نهمل هذه الملفات كلها وكل المفاصل لكن بالتأكيد الأولويات يجب أن تكون حاضرة أمامنا في أثناء عملنا كوزارات وكمحافظين واحدة من أهم الأولويات هو مكافحة الفقر هذه الآفة التي ازدادت فيها النسب الفقر على مستوى المحافظات بشكل بات يؤثر على المستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي لذلك وضعناها كأولوية بالنسبة للبرنامج الحكومي اليوم وعلى بركة الله انطلقت أوسع عملية بحث اجتماعي في تاريخ الوزارة والحكومات السابقة حيث تستهدف مليون وسبعمائة وستة وأربعين ألف وستة واثمانين أسرة هذا العدد الذي تقدم بطلب الشمول بشبخة الحماية الاجتماعية طبعا هو الأصل أكثر من مليونين ونص لكن حصلت عملية تدقيق متقاطع انتهت إلى هذا الرقم هذه الأعداد من الأسر والأفراد تنتشر في بغداد والمحافظات عملية البحث يجريها ألفين باحث اجتماعي من قبل وزارة العمل هيئة الحماية الاجتماعية وأقسامها في بغداد والمحافظات تحتاج إلى دعم كل سادة المحافظة وبالتأكيد الوزارات أيضا وحسب الإمكانية والعلاقة نجاح هذه العملية مقدمة لأن نضع هذه الأموال في مكانها الصحيح من حيث الاستهداف الدقيق للفقراء اليوم الدولة العراقية تعطي أموال وتخصيصات جاوزة الخمسة رليون دينار هذا الرقم ليس بالسهل هذا الرقم في حال تم منحة للعوائل للأسر للأفراد ممن هم دون خط الفقر فمعناها هذه معالجة عملية منهجية تجاه هذه الظاهرة الفقر وأيضا بنفس الوقت محاولة لمساعدة هذه الأسرة في تلبية متطلبات المعيشة في ظل الظروف الصعبة لذلك معالجة الفقر لا تتم بالخطابات والبيانات تحتاج إجراءات عملية واضحة ملموسة من قبل المشمولين بهذا المبدأ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 واضح من حيث آلية البحث الاجتماعي وتدقيق استمارات البحث من قبل وزارة التخطيط ومن ثم تصنيف المواطنين ممن هم دون خط الفقر أم فوق خط الفقر وباقي الإجراءات على هيئة الحماية الاجتماعية في عملية أكمال البطاقة الكيكارت حتى تصرف لعانة نقدية شهرية أيضا خلال هذا الشهر سوف يكون هناك تجهيز لمفردات البطاقة التنوينية للعوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية بشكل يختلف عن السلة الغذائية التي توزع على باقي المواطنين يعني عندنا مليون ونصف أسرة الآن يتقاضون إعانات نقدية شهرية راح يحصلون على سلة غذائية نوعا وكما تختلف عن الحصة التي توزع على باقي المواطنين الفقر ليس إعانة نقدية وإنما تحسين الوضع المعيشي تحسين خدمات التربية والصحة والسكن لذلك عندما نتحدث في زياراتنا نقول تخصيصات المحافظة يجب أن تكون وفق خارطة الفقر التي تزود لكم من قبل وزارة التخطيط الخارطة تقول القضاء الفلاني هو الأكثر فقرا يفترض الموازنة تجي لهذا القضاء تشوف أكون قصب المدارس تصير هنا مدارس ونغطيها إذا كان هناك دوام ثلاثي أو ثنائي أو مشكلة في المستلزمات ما يكون مستشفى أو مركز صحي يفترض يكون هنا مستشفى ومركز صحي مجهز بالمستلزمات بالكوادر التي توفر خدمة الصحة للمواطنين في هذه المنطقة وهكذا تبنى الخطط حتى ننتشي لهذا القضاء من حافظة الفقر تجي الخارطة وراء فترة يطلع هذا القضاء من اللون الأحمر فهنا تكون الموازنة بها معالجة دقيقة وإلا توزيع عشوائي بعيدا عن المعايير هو هذر للأممال وبنفس الوقت ترسيخ للمشكلة وتفاقمها بحيث نوصل إلى حالة توريث الفقر وهو هذا أخطر شيء من يتورث الفقر من رب الأسرة الرجل أو المرأة إلى الأطفال لأن ما حصلوا لا على فرصة تعليم لا على لقاح لا على معالجة لا على سكن السكن الآن ننفكر أيضا بهذا الاتجاه خطتنا مع الأخ وزير الإسكان عدنا مشروع لهذه الطبقات الفقيرة بهذه الطريقة نعالج الفقر ولا مو فقط نطيع عنها نقدية ونعوفها وفي القانون يسموها الخدمات المشروطة اللي هي تتعلق بمنح نقدية تعطى للعائلة لاستمرار دوام الأطفال أبناء الفقير حتى يكمل بدل ما يطلعونه وصير المشكلة أعمق ومزمنة الجهد الخدمي بدأنا الآن بعد ما أمننا الأموال لهذا الجهد ننتقل إلى بعض المحافظات مثنى ميسان وبالتأكيد في كل محافظة ننتظر قراءة من قبل السيد المحافظ عن أولوياته في هذه المنطقة حتى نقدر نساهم في تنفيذ مشاريع خدمية وأكد على الأخوة الوزراء في دعم الجهد الخدمي في مسألة الآليات أيضا المحافظين السادة المحافظين يكون آليات اللي عندهم تشارك مع هذا الجهد نحن لا نريد نمارس دور طرف بقدر ما نريد نقدم خدمة سريعة في أحياء مأهولة بالسكان تفتقر إلى أبسط الخدمات نعم عدكم خطط عدكم مشاريع مدرجة راح تنفذ إن شاء الله مشاريع متكاملة لكن أيضا هناك أحياء ومناطق راح تنتظر مو ضمن الخطة مو بالضرورة كل المناطق شملت بخطة المشاريع اللي يعدكم سواء كان على التغسيصات الاستثمارية أو الأمن الغذائي أو غير فهذا البرنامج هذا النشاط أتمنى عليكم تتفاعلون معه وتحددون المناطق الأكثر حاجة حتى نبدأ نباشر فيها نحن ولله الحمد في موسم أمطار وهذه الأمطار راح تستمر إن شاء الله فالمعالجات لا تكون من خلال عطلة ونقعد الناس لا يكون ننزل ميدانيا ونهيئ المناطق والشوارع والمدارس بحيث الناس توصل لمواقع العمل وخصوصا نحن مقبلين على امتحانات تصف السنة لا نستطيع أن نأجل ولا نقول مضرة الدنيا لا يوجد دوائر خدمية حاضرة تستنفر كل الجهود نحن باستبرار يعني مع مرور الوقت يفترض المحافظات تكون غرف عمليات لأنه المشاريع ودرجة وبدأ التعاقد فيبترض أكون مباشرة أكون شغل وهذا لازم يعني يكون واضح أمامنا أمام الرأي العام حضور المحافظ تواجده في المواقع في المشاريع مشروع مشروع هذه اللي تم التعاقد عليها سواء كان في الأمن الغذائي تنمية الأقاليم البترودولار تكون متابعة وعدم السماح بأي تعطيل أو تأخير لأي مشروع لأنه المواطن ينتظر ينتظر هذه الخدمة تخصيصات مالية ودرجة الوزارات أدت اللي عليها فبقى عليها همتكم ونزولكم الميداني حتى تتابعون هذه المشاريع وبسرعة والله نتمنى أنه يصير الاتفاق وياهم لا يشتغلوا 24 ساعة يشتغل شبتين تلافة تخصيصات موجودة عمالة موجودة آليات موجودة وتسهيلات من كل الوزارات الشيء الملح لمنطقة لحي سكنية يكون أنزل بقوة اليوم المحافظة عدة صلاحية خمسة مليار ينزل على أي موقع ويقدم هذه الخدمة في هذا القطاع أو ذاك وهذه الناس تنتظرها تنتظرها لأنها خدمات أساسية لازمنا متمسكين بالتقييم التقييم العلمي المنهجي لكل العاملين في الدولة في الحكومة وفي قادة المعايير بعيدا عن أي إشارات أخرى قد تسمعونها من هذا الطرف أو ذاك وضعنا آلية وضعنا معايير وضعنا مؤشرات على أساسه هذا التقييم نقيم الوزير ونقيم المحافظ ونقيم الوكيل ونقيم المدير العام اليوم مكافحة الفساد وما معني فقط بأداء المحافظ كل دوائر المحافظة مسؤول من عتل المحافظ فإخوان قضية مكافحة الفساد ما مطلوبة فقط من أداء وسلوكيات وتصرفات وإجراءات وقرارات المحافظ وإنما كل دوائر المحافظة هو معني فيه وإذا كان هناك خلل فهو خلل بالتأكيد في إدارة المحافظة وعلى أساسه رح يصير التقييم وليس لون هنا ندير الدولة رئيس وزراء عده وزراء وعده محافظين الوزير مسؤول عند دوائر وكلاء مشاريع برامج قوموا يقول لي والله المدير العام هذا طلعها كذا وينك انت ليش ما تابعت وكذلك لحال المحافظ محافظ عده دوائر بمستوى مدير عام ودوائر فرعية وتخصيصات موازنات من المحافظة من الوزارة معني بمتابعة كل دائرة وعده جهات رقابية تقدم تقارير بملاحظات عن أداء وسلكيات هذه الدائرة أما أن المحافظ يتفرج على الدوائر وهي صايرة مرتع للفساد والفاسدين والمعقبين والمواطني إن من هذا الفساد ويستغيث وهذا العمل مو صحيح هذا مؤشر سلبي واضح لإدارة هذا المسؤول التنفيذي بصراحة ما يحتاج له نثبت أنه حشاكم الفساد إلا على هذا المسؤول لا هذا خلل بالإدارة وعليه تمنى مزيد من المتابعة والرقابة على أداء دوائركم والتأكد من هذه الدوائر أنه تعمل بالشكل السليم اللي يضمن السيطرة على المال العام ومن ثم تقديم الخدمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر